اشتركوا في القناة وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة مستخدم يقول فقرى موسى لفرعون عين لي متى أصلي لأجلك كلمة عين دي جاي معناها اتفرج على المجد اللي هيحصل جست انت اطلب معنا كده من ضمن معاني كلمة مجد وجمال هو الاعتمادية على لدرجة اني موسى وهو بيتكلم قال له اتفرج على اللي انت هتشوفه من تدخل الهي ومجد في الموقف لدى فرعون دي كارثة لدى موسى ده مجد فرعون ما كانش مبسوط لكن هو جاي جاي في ترجمات تانية اتفرج شوف المجد بنفسك اللي هأظهره لك الانسان يتكلم نيابة عن الله في اللحظة دي يقوله اتفرج على المجد اللي انت هتشوفه بتغيير موقف موضوع الدفاضع ذكرت برضو في قضاة سبعة وعدد اتنين وقال رب الجدعون انا الشعب الذي معك كثير علي لادفع المدينين بيدهم لألا يفتخر هو ده نفس اللفظ على اسرائيل قائلا يديا خلصتني لألا يفتخر لألا يظهر المجد وكأن الأمر معتمد على عدد الأشخاص مش كده صنعت المعجزة بعدد قليل جمال الله في حياتك لن تلاحظه وانت مش شايف النظرة اللي الله عايزك تشوفها في الموضوع لو انت فهمت ان الموضوع بيتحرك في عالم الروح ازاي هتلاقي نفسك استمتعت بحياتك افتح معي مزمور سبعة وثلاثين مزمور سبعة وثلاثين بيوضح كم مؤمنين عايشين بالأسف في هو عدد واحد لداود لا تغير من الأشار ولا تحسد عمال الاثم صانع الاثم فإنهم مثل الحشيش سريعا يقطعون مثل العجب الأخضر يذبلون معنى كده لا يوجد له مصدر مستمر للحياة اتكل على الرب وإفعل الخير أسكن الأرض وإرعى الأمانة كون شخص طول الوقت مستمتع بهذا الإله اتكل عليه تلزز بالرب في هذه اللحظة أو ما أنت تبتهج به فيعطيك اللي نفسك فيه العكس حاصل مع المؤمنين لتلوقتي تطالب شيء معين ولا يستلز بهذا الإله لا يستلز بالعلاقة معه فطبعا لا يعطى له اللي نفسه فيه سوء القلب وقاله اللي نفسه فيه وبكده حاصل قطع امداد خبيث للأشخاص اللي مش بيشوفوا التلزز بهذا الإله في الموقف بيحصل عمى بسبب الموقف السلبي ولا يتلززوا بهذا الإله المعتقدين بكده بيتخلصوا من الموقف السلبي ولا يعلموا بكده بيزيدوا الأمر السلبي سوءا تلزز بالرب هنا عيش طول الوقت وأنت مسرور بي تفرج هيعمل ايه في حياتك وتفرج تبعيات اللي مش بيعلم كده ايه سلم لرب طريقك واتكل عليه هو هيدبر الأمر ويخرج مثل النور برك وحقك مثل الظهيرة انتظر رب واسبر له ولا تغر من الذين ينجح من الذي ينجح في طريقه من رجل المجر المكاين كف عن الغضب وأترك الصخط ولا تغر لفعل الشر ترجمات تانية بيقوله توقف عن الغضب انسى حالة الثورة انسى الغيز والغل اللي انت عايش فيه لانه سيقودك الى افعال خطأ اخرى كلمة لا تغر لفعل الشر ليس بيقوله لا تغر من الشر الذي يحصل معك لا هنا يقوله لا تغر لأنه سيؤدي بك الى فعل الشر وكلمة غيرة مثل قبل كده معناها غيز هنا لا يتكلم بغير من حد غيز ضيق يقوله كف عن الغضب ماه سبب الغضب انه لم يتلزز بهذا الاله ايه سبب الغضب انه مش بيمشي بالايمان ايه سبب الغضب الخوف خير شايف الشر قدام عنه شايف امور سلبية لكنه لا يرى الصورة السليمة فعمال يقوله شوف الصورة السليمة وده محتاجة ان الشخص يعملها عن عند ويبتدي يشوف الجمال الالهي في الموقف لأن عامل الشر يقطعون وَلَذِينَ يَنْتَظُرُونَ رَبُّ هُمْ يرثون الأرض هم دول اللي بيقدروا يحصلوا على نتائج مهما الشر زاد فيقطع بعد قليل لا يكون الشرير تطلع في مكانه فلا يكون أما الودعاء المتضعين فيرثون الأرض ويتلززون في كثرة الشلوم السلام لغض كلمة شلوم معناها الحماية فيض الوفرة الشفاء السلام اللي يجاية في العربي سلام معاني كلها هي احتياجات للبشر اللي لن تتلزز بدو بكده لن ترى خير في الأرض رحكس عايزك تكون في علاقة معايا مستمر الشرير يتفكر ضد الصديق ويحرق عليه أسنانه مش صح تكون متوفر فيك هذه الصفات وانت متضايق جواك وانت مش شايف الجمال إلهي عشك بيقولك عايز الأمر يتم سؤل قلبك تلزز بالرب يقولك حط عينك على حاجة الصح لا تلتفت العيان لا تلتفت الأمور السلبية الجمال الإلهي في الموقف هو إيه شخص الرب إيه شخص الرب هيعمل لي في الموقف إنه يحمين من اللي حاصل ده شخص الرب إنه بدأت أفكر في صفاته وليس في جماله اللي هو الشكل الخارجي بتاعه لم يكن حوالين يسوع هالة من الضوء ولم يكن شكله ملفت لدرجة الناس لم تتكلم عن شكله لما لما أبضوا لما أبضوا على رب يسوع استعانوا بشخص لأنه هم مش عارفين شكله لو كان حواليه هالة من الضوء كانوا قربوا على طول من المجموعة اللي وقف وعرفوه لكنهم استعانوا بشخص فبالتالي الأمر ليس في الجمال الشكلي بتاعه الأمر يكمن في شخصيته وصفاته وطبعه هو ده اللي هيلزز قلبك هو ده اللي أنت طول الوقت بتبص عليه أنت منبهر بهذا الشخص لن تجف أبدا وإنت باصس عليه وعلى شخصه وعلى جدعنته وعلى صفاته وعلى قوته وعلى اعتناءه بيك حاجات كلها هتلاقيها وولعت حياتك هتقولي لنفسي مزدودة من الصلاة اكتاب يقول التلزز التلزز افتح معي إشارة 58 ثاني عشان تتذكر أكتر حاجة تشتتك هي إيه عدد ثلاثة 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 إن رددت عن السبت إذا بعدت رجلك عن الحاجات اللي هي مرهاش أي داعي تتعمل يوم اللي انت خصصته أو الوقت اللي انت خصصته يا رب إنك لا تصنع مساراتك لا تصنع الشيء اللي هو يبدو بريء في نظرك قد يكون أمور عادية قد يكون المشاوير إذا أنت خصصت وقت للرب لا تتشتت بشيء آخر هو ده اللي بيمنع اللذة بتاع أنت شتت بالحواس الخمسة أنك أنت مش شاعر بحاجة أو أنت بتصل أو أنت بتدرس الكلمة والشاعر بالجاذبية كل دو مشتتات عشان كده لا تتعامل ولا تتعاون مع الأفكار دي فبيقول له إن عملت دو وقفت أنك أنت تتحرك في أموش يوم اللي أنت خصصت الرب لديهم كان يوم السبت لديك أنت يوميا بتقضي وقت مع الرب في أعمق من كده أنك طول الوقت بتفكر في الرب ماذا بيقول أن لا تصنع مسرتك لكنك تدعو السبت هو المسرة بتاعتك وقت مع الرب هو ده أسعد شيء هو ده اليوم المقصص لرب المكرم لدي أن لا أفعل ما أريده ولا أسعى إلى مسراتي في هذا الوقت ولا بكلمات عادية حين إذ تستطيع حين إذ تتلزز بالرب ويبتدي روح القدس يركبك على ده معناها أمور خارقة للطبيعة تتشوف الأمور خارقة للطبيعة أو ما أنت تتلزز بالرب حين إذ معنا كده إلا قبل كده هو ده التشتيت إرهاب يمنع الشخص يتلزز بالرب وركبك على مرتفعات الأرض وأطعمك مراث يعقوب أبيك لأن فهم رب تكلم من هنا تدوق نتائج في حياتك إن كنت حط رب آخر أولوياتك إن كنت شايف أن الحواس الخامسة مقياس لحياتك الروحية أنت تضيع حياتك تضيع رصيد عمل روح القدس في حياتك لو أنت شايف طول الوقت أن نفسك مزدودة هي ده المقياس وأن لازم تكون نفسي مفتوحة لأن أعمل الحاجة بصورة صح لو أنا قلبي فيها بعض الناس بيعتقدوا كده قلت لسه في مدرسة الكتاب أشرح أن الناس معتقدة أن طالما النية موجودة والرغبة موجودة جوايا يبقى إذن دو كأني بعمل شيء من رب كأني بعمل شيء فعلا بقلبي لو أنا نفسي مش مفتوحة يبقى أنا مش بعمل حاجة من قلبي بعملها شخص عشان يقبل يسوع والشخص دو طول الوقت عمال يفكر في مشتتات وسط الصلاة بيقول طب أنا أعمل إيه مع أصحابي أعمل إيه مع أهلي دو كلهم ما بيحبوش الرب واو إيه الحل إيه الطريقة اللي فيها أقول هذا الشخص حتى قلبه أنه صلى خد الاجتشن خد الفعل كونه أخذ الفعل في اللحظة دي حتى قلبه زهنه مشتت زهنه مش مبسوط جسمه عمال يفكر جسمه مش مبسوط هل ده مقياس كونه هو أخذ القرار في اللحظة دي هو مشي بروح إذن كيف أسلك بروحي أن أخذ الخطوة وليس أن أشعر بها سلوكي بالروح هو أن أخذ الخطوة وليس أن أشعر بها وإننا تدربنا كتير سنين أن الشعور هو الإثبات أصلي مش حاسس بها أصلي مش طرعة من قلبي أصلي أنا مش بعمل الحاجة دي وأنا نفسي فيها بزق نفسي عليها في اللحظة دي الشخص يحبط فاكر أنه في اللحظة دي روح وطفت ويبتدي لخبة تلقات في بعض كتاب يقول لا تطفق روح وكي دي عائدة على روح القدس وليست عائدة على روح الإنسانية روحك الإنسانية أنت بتحركها بقرارك لو أنت ما لكش نفس تأكل بس أنت عارف أن فيه ضرورة للأكل وأكلت النفس بتاعتك والشهية بتاعتك مش هتفرق في حاجة في الهض فبالتالي كونك أخذت أكشن أخذت فعل وده في اللحظة تي بيحصل فطام للمؤمن لأنه طول الوقت عايش حياته بالنفس نحو كفاطين كفاطين طول الوقت النفس البشرية عايزة تتفتم من السلوك بالروح لأنه طول الوقت لو أنت مشيت بالنفس البشرية الفكرة والعاطفة والإرادة العادية التي تطلع وتنزل مع الظروف والأحداث تنبسط فتعتقد أنك رائعة روحيا وتحبط تفتيك أنك أنت هبطان روحيا كل ده ومش مقياس لا يقاس حياتك بالنفس البشرية تقاس حياتك بروحك بقراراتك أنت جوابت مع الكلمة أنت في اللحظة دي تتسلك بروحك اطمئن ده طبيعي طبيعي أنك تتسلك بروحك معناها أن النفس البشرية مش كل مرة متفقة معاك في الأول كانت متفقة معاك أنت معتقد كده لأن هي كانت طول الوقت مش مسؤولة زي الطفل الطفل لا ينشغل غير فقط بحاجات واحدة بس اللعب ينبسط كل ده هو الفوكس بتاعه أول ما يكبر شوية ينشغل بظروف الحياة من هنا بعض الناس اعتقدوا أن الطفل شخص طاهر لم يعكف هذه الحياة أما الكبار السن وهم الناس الوحشين لدرجة أي طفل يقابله يقول يا بني صليلي لماذا؟ لأن الكبير اتعكف الخطيئة أما الصغير فلم يعكف الخطيئة اعتقادا أن الطفل لأنه ليس يفكر في شيء ثاني فقط يفكر في اللعبة فبالتالي هو ليس تابع هذا الاله زي ما أنت معتقد إلا إذا كان مروض أنه يمشي مع هذا الاله عشان كده أنت عملت مع النفس البشرية بأنك أنت بتحركها هتكتشف التلزز بمعنى الحر التلزز هو نظرة إيمان افتح معي الشعية 11 هي نظرة لحد حقيقي لشخص حقيقي زي ما تقول مرة اللي فاتت والقابلة كده أن الجمال معناها شيء مرغوب فيه الجمال معناها شيء مرغوب فيه أي سبب الرغبة بتاعتي في هذا الإله بعض الناس يقولك أنا مش عارف ليه بحبه مع إني عندي تساؤلات كتيرة مش متجاوب عليها بس ليه لقي نفسي بحبه السببب أن روحك الإنسانية جعانة للعلاقة دي وفيه ناس بتوع تدوس على هذا الجوع وتبتدي تصدق نفسها وتقول أنا معتش زي الأول أنا أصلي عملت خطيئة بشعة جدا من ساعتها وأنا مش قادر مش قادر أعيش مين قال أن تقريرك صح الله لا يرى هكذا الله لا يرى أن الخطيئة دي عقق بينك ما بينه دلوقتي لأنه صنع عليك فداء أبديا كلمة فداء أبدي معناها يشمل خطايا الماضي والحاضر والمستقبل معنا كده يسوع يشمل في كل عمله كل الخطايا ماضي وحاضر مستقبل لأنه صنع عليك فداء أبديا ده إثبات الكتابي أن الخطايا الماضي والحاضر في مستقبل يسوع عملها صنع لنا كداء أبدي فبالتالي إذا كنت تبص للخطيئة بمنطلقك أنت ولا تنظر الخطيئة بالمنطلق الإلهي أنه لا يراها أن هي مشكلة أنه لا يراها أن هي صنعت عائق بينك وبينه دلوقتي يقول يعني أعمل خطيئة ورحتي يقول لك لا مش معناها لو أنت بسيت نظرة مختلفة أنت تتكبر على هذا الإلهي ولم تسلك معه كرب في هذه اللحظة رب معناها تعترف بما يعترف به سيدك لو فيه رتبة كبيرة وقفة ومعاه حد تحت يساعده في الرتبة تحت وهو يقول الحاجة كذا وهو فعلا يتكلم الحية الذي تحت له يقول لا سأنا ما شايف هكذا في اللحظة غير خاضع للردبادية إذا كنت أنت خاضع لهذا الإله اعترف بما يعترف به ولا تعترف بما لا يعترف به وإلا دور كبرياء روحي الناس بترتكب الكبرياء روحي هم مش داريانين وهي دي سبب المشكلة وهما باحثين عن سبب آخر مش عارف طب إيه الحاجة اللي بيها تقول أنا انطلقت روحيا مش عارف أرجع زي الأول أوكي الأول أنت كنت طفل عايز ترجع طفل لا طب أعمل إيه هو نفسه مش عارف هو مش عارف إيه الأعراض اللي بيها يقول عن نفسه انطلق روحيا ومتلزز برب في اللحظة دي الأعراض السليمة هي أن تأخذ القرار حسب الكلمة إيه لي يثبت إن شخص قبل يسوع مش الدموع السفلان صلوا قبل يسوع بدموع الدموع مش هي الإثبات لأن في ناس تانية صلت وقبلت يسوع وفرحت وما بكتش يقول إذن ده مش إثبات الإثبات إن أمنت بقلبك واعترفت بفمك وليس أي أعراض أخرى ليس إنه بعدها بسبوع رأيته بيشب سجائر تاني يقول إذن دي المقياس إنه ما قبلش يسوع الناس بتئيس بطريقة الله لا يقز بهذه الطريقة الطريقة السليمة إنه مشي على الكلمة أم لا إذن الإثبات إنك امتلت بالروح القدس إنك أخذت خطوة تستقبل الروح القدس لأن الإثبات على الملء بالروح القدس أن تكون ليه شهودا وليس التكلم بالسنة التكلم بالسنة مصحوب طبيعي مع الملء بروح القدس عشان كده غير كتابي اللي أقول على حد أخذ الألسانة اسمها أخذ الروح القدس عشان كده إيه الإثباتات الكتابية اللي أنت عايش عليها أم شاعر أم خبرات أم أمور أنت فاكر إن هي هي دي ركيزة بتاعتك في إشاية 11 بيوضح لنا الصح في النقطة دي ويخرج قديم من جذع يسا وينبط غصر من أصول كلم عن يسوع ويحل عليه روح الرب روح الحكمة والفهم روح المشورة والقوة روح المعرفة ومخافة الرب ولا ذاته تكون في مخافة الرب فلا يقضي بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب سمع وذنيه تأثير الروح القدس عليك إنك مش بتشوف الحاجة اللي الناس بتشوفها بعنيها ولا تسمع الحاجة اللي الناس بتسمعها بودنها الناس ممكن تشوف الحاجة دي محزنة وكئيبة إنت مش بتشوفها محزنة وكئيبة إنت بتشوف يخرج منها اختبار هو ده الجمال الاله لو إنت مشحون بالكلمة لا تتعامل مع ظروف الحياة كأنك خانع لها وخاضع لها وضعيف لها لكنك بتتعامل معها وأنت ترى الجمال الاله عشان كده بتبص إليها بنظرة ليست نظرة الناس العادية لأن العينين روح القدس مسح عينك عشان ترى الموقف بصورة مختلفة هو ده الجمال الاله يستلز يستلز في عبادة الرب لذته في عبادة الرب كلمة مخافة جاي معناها عبادة يستلز بالعبادة يرى الصورة تابع لهذا الاله تابع هذا الرب أنا أعلنت رب على حياتي ليس علشان أنفد من النار وأطلع من الجحيم وأضمن السماء وتذكرت السماء مضمونة هذا ليس آخر الخط يس أولا بتقبل يسوع بتتنقم لمملكة الظلمة اللي هي مصيرها حلاك إلى مملكة النور لكن في حتة هل مستمر جعله رب على حياتك هل أنت مستمر أم متدرب أن لا تجعله رب على حياتك أولا ما تمشي مع روح القدس ويتكلم إليك وتسمع له وتكون في علاقة حية مع قتلي تشوف المواقف بصورة صح وتتعامل مع المواقف بصورة جميلة وتبي تشوف في ظل الظروف والأحداث تشوف حاجة تانية خالص نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت كما يمكنك أيضاً تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أس لا تتردد في كتابة أسئلتك اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل نحن معك لمساعدتك أن تنال مراثك بالرب يسوع نصلي من أجلك الرب يباركك ترجمة نانسي قنقر